اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي عندي شوية تانية في حاجات تانية بس يعني ما هي مهمة لا تهمية زي هذه المجموعة طيب نبدأ بدار الاركان ودار الاركان الحمد لله بدع وعطى هذا كانت تحليل الاسابيع السابقة في الاسابيع على اليومي لو جينا نطل نلاقي غلب الكل بطار السام انا كنت متأمل انه يكمل الضغط هذا الاسبوع اللي فات يعني على الاحد على الاثنين ويعطيني تحت اكتر عشان ازود الكميات اللي بعتها هنا الحمد لله اني ما بعت كمية كبيرة يعني بعت حاجة بسيطة وماشاء الله فكوا راح ولا الله الحمد ما حبيت اخفف لانه ما زيت بره بولينجر ما اعطتني اشارات باني اقدر ارمي كميات فحواصل مع السهم حنشوف شمعة اليوم الاحد باذن الله تعالى غدا فان حتكون فاذا كانت هنا في الداخل نربع كمية ونقول يا الله يمكن ارجع واضرب تاني مرة هذه المنطقة الآن احنا كنا متأملين هنا الان حنصير متأملين هنا طبعا بعيدة شوية يعني ممكن نرفعها لغاية هذه المنطقة ونقول 10 ريال واقف الليها 10 ريال 10 ريال واقف تقريبا او اذا تحتها 10 ريال بكم هللا مو مشكلة يضرب ويرجع يكمل مشوار الصعود اللي احنا بدأنا فيه ان شاء الله تعالى اما اذا ما ظهرت الشمعة هنا وظهرت فوق فانا حواصل مع السهم ما حنخفف فاي حال من الاحوال ونواصل معه على الاسبوعي وضعه ما زال طيب على الاسبوعي برضو الشمعة خارج البولينغر على الاسبوعي يعطيني يعني عكاس رائع جدا وترند صاعد امشي معاه في الترند الصاعد بدون اي مشاكل اللي عندي عزم ممتاز جدا فوق منطقة التشبع الشرائي اللي هي نقطة السبعين او مستوى السبعين فحنواصل معه يعني ممكن يجي الدبذب هنا ويتراجع ويمكن يكمل ممكن يكسر شوية ويرجع يطلع يكمل ما تعرف فاحنا هنتابع هذا التدبذب كيف حيصير على الشهري ما شاء الله يعني دخل للمنطقة العلوية من البولينغر يعني هنا في السفلية هي المنطقة الخطرة طرجنا منها وده حين اخترقنا متوسط البولينغر وكمان اخترقنا على الشهري متوسطين تانية مهمة جدا وهي متوسط الخمسين متوسط المية على الشهري فثلاثة متوسطات اغلقنا فوقها الشهر ده وهذا شيء رائع جدا يعطي انطباع بان السهم مقبل على مرحلة صعود تجيب لنا ارقام سابقة عند الاربع عشر ريال والخمسة عشر ريال باذن الله تعالى بتخطي طبعا الاثناشر تقريبا ثلاثين عند هذه المناطق لو يعني حبينا نقول الاثناشر تلاثين تلاثناشر خمسين ما بين الخمسين والتلاثين هذه المنطقة بحول الله تعالى باختراقها والاغلاق فوقها ويتعتبر قمة بولينغر على الشهري هيكون شيء جميل جدا طبعا اعطانا الانعكاس الايجابي على الشهري بشكل جميل ورائع تحت الخط الصفري وهذا يعطيك انطباعا انه نحن قدامنا الصعود شميل جدا بإذن الله تعالى الى مستويات رائعة هتقول لي فاتني القطر هقول لك والله لسا انت في بداية المشوار فاذا يعني انت عندك الرغبة فانك تغامر خدش وخلي عندك العشر ريال هي يعني وقفة صارتك هي دعمك هي لانه هي توافق اغلبية المتوسطات عند تقريبا العشر ريال لا تخليها يعني ممكن يتراجع للتسعة تمانين تسعة سبعين لكن ان شاء الله نقول لا يعني هي اختبار حتكون على الشهري اختبار للمتوسطات اللي تم اختراقها صح ولا لا لما نخترق السهم اي متوسط حتجي فترة انه يختبر بعدين انطلق يعني انت ممكن تخليك دعم بعيد اذا حبيت تتحمل الضغط عندك التسعة تقريبا انا ما هقول لك تسعة ونص تسعة وعشرين هنا خلينا تسعة اربعين تسعة اربعين اللي متوسط الخمسين على الشهري لو ضربوا بعدين واصل فما في اي مشكلة لكن هنا بيقول لي انسى يا ابو يحيى ما فيش حاجة اسمه اختبار دي المرة انا حاطلع وحروح وحطير ويا تلحق يا ما تلحق هذا الماكد وهذا الارساي كلامهم لي اما حركة الشمعة في هنا ديل صغير وهذا يديني انطباع على انه في جني ارباح وممكن نشوف شمعة الشهر البداية على الاقل انها تضرب هنا بعدين تطلع فنشوف هذه هتكون بالنسبة لها فرصة للشراء اذا كان الشمعة رجعت هنا ضربت حق ماي شهر خمسة تضرب هنا بعدين تنطلق اوكي ممتاز فحتى تقينا فرصة تحت العشر ريال لاننا ناخد كمية اي رقم تحت العشر ريال انا اعتبرها فرصة شرائية ادتك هي تاني مرة الشركة دي انك تاخد فيها كمية فوق العشر ريال واصل معا بدون ما تزاود كمياتك الانت شوف تراجع في ضرب دعوم حلوة هذا بالنسبة لدار الاركان الغازة بوريحة حبيب القلب يعني بدع ابداع ولا اروع على الشهري زي ما انتو شايفين احنا ما زلنا مواصلين معا وما حنفرض في السهم لانه بدأ رحلته الجديدة رحلة الى ارقام خيالية كنا نشوفها زمان نقول يا ايش يودينا هناك عند تقريبا الـ 38 عند الاربعينات على بحور الاربعينات هنا المنطقة دي احنا عند لسه يعني ما زلنا تحت الـ 14 فيبو تخيل انك ما زلت حتى الان تحت الـ 14 فيبو وهدفك فين مبدئيا 38 38 فيبو فين رايح انت عند الخمسينات لا يا حبيبي ستينات لا يا حبيبي شوف الـ 38 فيبو كم يقرأ هدفك بعيد جدا ولازم تكون فشتك واسعة لكن احنا هنمشي معاه حبة حبة وحنضارب معاه نبغى يضرب هنا ممكن اتراجع نرجع ناخد اللي رميناه في المنطقة هذي اللي عند الـ 14 فيبو 38 37 90 37 أنا اقول 38 بينكم هي الرقم سحري جميل لو ضربها ممكن اتراجع شوية بعدها نكمل اوكي ماشي الحال نرمي كمية نرجع ناخدها تاني تحت عادي بدون اي مشاكل هذا على الشهر ما اضارب عليه في اليوم يعني اليومي نادرا ما اتابع الغاز على اليومي لانه يعني مضاربتي فيه على المدى البعيد ثلاثة شهور ستة شهور اعمل ثلاثة صفقات صفقتين في الفترة هذه كلها في فابريحة واستنى طبعا ارباح سنوية بتنصرف حلو السهم لكن على اليوم اذا ما انتم راضين فيه ترند جميل صاعد بتتحرك على فوق بعدين بيعمل زي ما تقوله بيس جديد وبيواصل فدائما يطلع بعد ما يعمل بيس جديد يطلع يعمل بيس جديد يطلع الان هو بيعمل بيس جديد بيس جديد سالد جراون ارضية قوية صلبة عشان يكونش عنده دعم كويس لما نتراجع يضرب دعم قريب ما يكون دعمه بعيد عندنا اقرب دعم الان عند بريحة هو نقول الغاز والتصنيع تقريبا عند هذه الاماكن خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين تمانين نقول لغاية يعني يعني ستة وتلاتين ستة وتلاتين واقف ما ما نبغى يكسر الستة وتلاتين باي حال من الاحوال يحافظ عليها ستة وتلاتين تلاتين على النظرية تلاتة خمسة سبعة ستة وتلاتين تلاتين جميلة جدا لو تراجع على واللي يحب يضارب مع السهم ويحب يمشي معه حركته يعني ثقيلة نوعا ما هو ليس سهم مضاربي لكن بيعطيك حركة لمن يكون في ترند صاعد بيناقز وبيعمل حاجات حلوة جميلة جدا فاللي يحب يستفيد منه ويضارب والسهم قوي جدا تقيل جدا حتى في النزول ما ينزل كثير وفي الصعود لكن في الصعود ما شاء الله بيقافز وبيعطيك يعني يشوف ما شاء الله كيف القفزات اللي سواها في الأسبوعين اللي فاتت كانت جميلة جدا هذا الأسبوع سوا في قاعدة والأسبوع الثاني في آخر يومين ضرب ضرب مطبيعي ولان بيسوي قاعدة وفي آخر يوم في نهاية الأسبوع بيطلع يعني هذا نهاية الأسبوع يومين ربع وخميس هنا ربع وخميس بتلاقي فيه قفزات في الربع والخميس فهنشوف الأسبوع دا حيعمل نفس الحركة هنا ونشوف قمة بولينجر فوق الأسبوع دا ولا لا الله أعلم يا هنا آخر يوم كان هنا نتقب كم كان الخميس اللي فات 29 هنا كان الأحد 18 لا الأحد كان 16 أوكي 15 أوكي هذا كان الخميس أحد اتنين تلوت ربوع خميس يعني هذه كانت هنا الإغلاق 22 الخميس كان 22 والآن هذا الأسبوع كان في نهاية أسبوع نهاية أسبوع هنا في منتصف أسبوع خلينا نشوف إيش هيعمل السهم بعد كده لكن زي ما قلت أنا ما حمش معه على اليوم حمش معه على شهري أسبوعي الأسبوعي برضو يعني نشوف كيف الأرس يعطيك العزم في منطقة التشبع الشرائي قوي جدا مستمر ما زال في عطاء كل أسبوع أعلى من الأسبوع أو تقريبا نشوف هنا ثلاثة قمة متساوية سموها اللي ما سمع عنها قبل كده يعني حلوة جدا عند يعني لازم نتخط الأسبوع ده هذه المنطقة أو إننا نتراجع نختبر مناطق هذه خلاص بعيدة فهن هنختبر مناطق عند الخمسة وتلاتين تمانين أنا أقول خمسة وتلاتين سبعين ما بين الخمسة وتلاتين ونص والخمسة وتلاتين سبعين هي مناطق الاختبارات الجيدة وبعدين نستير فيها إنعكاس مما إننا نحن على الأسبوع ما زلنا فوق بولينجر خارج البولينجر يعني حنواصل بإذن الله مع السهم ونشوف إن شاء الله الأسبوع هذا اختراق للثري ماس كتير هدول ونشوف أرقام جديدة فوق ممكن نتراجع نضرب المناطق هذه بعدين ناخد عزم ونكمل على كل حال ما زال البولينج الماكد والارس اي في نطاق هم الصاعد فما أعتقد إننا هنشوف تراجع قوي بإذن الله تعالى بالعكس هنشوف مواصلة الصعود حول الله تعالى هذا بالنسبة للغاز والتصنيع نشوف الكهرب الله الله الكهرب الكهرب كمان بدع يعني حاجات حلوة بتصير الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر الكهرب برضو من الناس هم الثقيلة ليست للمضاربة السريعة فمضاربة عليها بالأسبوع والشهر ما تابع على اليوم كثير لكن هذا وضع على اليوم زي ما أنتم لاحظين السهم يعني عمل قفزات غزلانية بين صعود وطلوع صعود وهبوط صعود وهبوط فيعني عندنا إحنا لأن هذه المناطق خلاص خلصنا منها وحننتقل إلى مناطق المحافظة على الأرباح ما حابيع كثير يعني حضارب ححاول قدر الإمكان أني أضارب مع السهم إحنا الآن بنرجع فوق 26 36 30 إذا ما أرجعنا فوق 26 30 فإحنا مهددين بالتراجع إلى 25 35 35 25 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 بحال ما تراجع حواصل معه بالكمية اللي معايا بس المهم أننا نشوف الأسبوع أو اليومين الجاية فوق 26 30 كإغلاقات أشان نكون مرتاحين أما على الأسبوع إحنا ما زلنا بره بولينجر فأنا حستمر معه حتى لو أنه صار في جني أرباح هنا أنا جنيت رميت كمية لكن حستمر معه بباقي الكميات مح أرمي كامل الكمية في السهم علينا أشوف شمعة حمرة داخل جو البولينجر وإغلاق جو البولينجر ممكن أقول ساعتها على الأسبوع أنا ممكن أتحمل الضغط لغاية الـ 24 24 ريال حتى مش 24 24 وقف لغاية الأماكن هذه ممكن أتحمل الضغط إلى هال الأماكن لأن أنا مشترياتي كلها من بعيد جدا يعني مستويات الـ 18 والـ 17 هي مستويات الشراء حقتي فعندي هنا كميات ضرميت هنا اشتريت هنا رميت فحنقعد نستنى ونشوف تراجع ونشتري تاني مرة وإن شاء الله يكمل ما زال عندنا ترند صاعد على الماك دي بعطيني إيجابية قوية الهيستوغرام صاعد التقاطع رائع لكننا فوق متوسط أو فوق الخط الصفري وضربين فوق يعني يا جماعة فعادي جدا أننا نشوف شوية تهديات مؤشرات شوية جاني أرباح وتخفيف للمؤشرات هذه يعني السهم ما يقدر يستمر فترة طويلة فوق مستويات التشبع الشرائي لازم يتراجع تاني مرة وياخد عزم بعدين يطلع تاني العزم ممكن ياخده علينا هذه المناطق وبعدين يحاول يعكس يعني عادي لو تراجع علينا خط الخمسة وستين عادي جدا لو نلاحظ حتى هنا شوف يعني تقريبا عند الخمسة وستين خلان نعمل كده يمكن تكون اقوى على الماضي والحاضر ايوة هذه جميلة كده هتكون اجمل يعني لو نزل اخذ عزم من هنا وبعدين نكمل حيكون ممتاز جدا للسهم وشي صحي ما في اي مشكلة هي تقريبا هتوازي هذه المنطقة اللي هي الاربعة وعشرين ريال هذا بالنسبة للكاربا وارباح يعني الابعاد حقته ممكن توصل لغاية سبعة وعشرين ريال مبدئيا لو اخترق السبعة وعشرين وغلق فوقها فترة طبعا هتاخد وقت ما هي سريع الحركة حقت الكهرباء الا لو هيكون في دخول سيولة عالية جدا على السهم فممكن نشوف ابعاد التلاتين ريال باذن الله تعالى اذا حافظ على سبعة وعشرين ريال وما فوق باختراقها والمحافظة بعدما الاغلاق تحتها حول الله سنشوف التلاتينات مجموعة صفولة مجموعة صفولة من الاسهم اللي عجباني بصراحة كانت في ترندها ومدعوس السهم كان نازل من حاجة وخمسين اربعة وخمسين وطايح الغاية تقريبا التلاتينات في بحور التلاتينات فأول ما شفت الانعكاس خدنا فيه ولله الحمد بدنا نجمع فيه صرف ارباح طبيعي التراجع ده لكن شوفوا التراجع الجميل ده اللي حاصل انه ما زال جنب متوسط البولينغر على الأسبوعي فوق متوسطات المية والميتين هدفنا الآن اختراق متوسط الخمسين فوق راسنا المتوسط الخمسين على الأسبوعي عن تقريبا تلاتة واربعين خمسة واربعين ريال اربعة واربعين ريال يعني هذا الهدف الاول الان نبغى احنا اصلا خمسة واربعين ريال لكن خلينا اول شيء نجيب التلاتة واربعين فالهدف الهدف الرئيسي خمسة واربعين لكن المطب اللي نبغى ما بين الاتنين واربعين ونص للتلاتة واربعين هذه المناطق لازم نخلصها وعندنا دعم قوي وكويس جدا اللي هو متوسط المية يوم تقريبا عند ثمانية وثلاثين ونص بعيدة لكن يعني عندنا مهلة وعندنا فرصة اننا نجمع في السهم ما زال كويس سهم قوي جدا من ضمن الاربع وعشرين شركة اللي داخل في برنامج شريك ف سهم ما يخوف ابدا بالعكس التشميع فيه في الاماكن هادي حيكون رائع جدا بإذن الله تعالى وزي ما قلنا الاهداف بعيدة تصل الى القمة السابقة عند الاربع وخمسين ونحن هنا بناخد في بحور الثلاثينات جميل جدا فإننا ننحق قبل ما يطير السهم اسمين تم القرى من تم القرى الغزال هي غزال ما أدري بس إنه غزال ما هو راضي يتحرك ما هو راضي يتلحلح أنا ناوي أطلع من السهم ده الأسبوع الجي بإذن الله تعالى يعني إذا ملاحد الاثنين الثلاث يمكن أصفي سهمي في أسهمي في أم القرى يعني ما يستهل أن أقعد في أكثر من كده واصل لمنطقة يعني فيها تعب السهم وممكن يتراجع لكن لو ما تراجع وصعد الله يبارك لملاك وأنا شخصيا هو ما زال فترين صاعد ما كسروا ما عندنا أي مشكلة في السهم هي مجرد أني أنا مليت وحبيت أبغى غير خلاص فبإذن الله تعالى إذا صعد السهم إلى المناطق هذه ثاني مرة عند الاثنين وثلاثين ونص ثلاثة وثلاثين بالكثير هي حتكون النقطة اللي أزف السهم وأقول له كل سنة وانت طيب إذا تراجع عندي يعني جاني أرباح أو بلا صحة المحافظة على الأرباح لغاية التلاتين تسعين تلاتين سبعين أقدر أتحمل أكثر من كده لا مع السلامة أزف السهم عند التلاتين سبعين لو أتراجع ولو طرع لي تلاتة واحدة تلاتين بلا صحة واثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين حأزف السهم بالكامل تقريبا يعني عندنا المنطقة دي بنلعب فيها فأنا متحمل الضغط حقه والملل حقه هذا ألينا تلاتين تسعين تلاتين سبعين ما عندي مشكلة لكن لو طلع للتلاتة وتلاتين أو حتى اثنين وتلاتين سبعين حأزف السهم إن شاء الله وخلاص كده نجني أرباح أنا منه ونقول له شكرا بارك الله مفضلة هذه السنة جمعت فيه من فترات طويلة وما زلت محافظة على الكميات ما شاء الله تبارك الله أدانا الصعود جميل جدا وما زال كويس ولو أنه دخل جوه البولينجر وأنا كنت أتأمل أني أشوف الشمعة طالعة لكن عادي إنها تحصل لأنه صرف أرباح فهذا الشي اللي خلاني أقول أوكي من حقك تتراجع هنا وعندك لغاية الواحد وعشرين سبعين واحد وعشرين تمانين تتراجع لها الأماكن عادي ما عندك أي مشكلة هذا دعمي وإن شاء الله يحاول يصير فيه إنعكاس هو ما زال فوق مستوى السبعين على الأرسائي وما زال عندي إيجابية ولو أنها متخلصة نوعاً ما يعني البار أنا كنت بغي يكون كل بار أكبر من البار التاني وما يصير فيه تراجع لكن المسافة ما زالت بعيدة وكبيرة جداً فتعطيله مساحة إنه يلعب ممكن يجي كمان بار الأسبوع ده أقل بقليل هنكون برضو في المنطقة الإيجابية بدون أي مشاكل إحنا ماشيين في تريند صاعد ما عندنا فيه أي خوف فالتعمير سواء على الأسبوع سواء على اليوم أنا ما نشايف فيه شيء بالعكس أنا كل ما يتراجع الحمد لله أزود كمياتي فيه وما بأفرض فيه الكميات ما هي للبيع إلا في يعني نوادر هذه مرة واحدة بيعت وبعد حاجة بسيطة وإن شاء الله هنا ناوي أخذ ثاني مرة لو كسر متوسط البولينجر على اليوم عند تقريباً 22 أنا أشوف 22 واقف أفضل يعني هذا أنا بحاول أخذ متوسط الاثنين ما بين متوسط بولينجر وقاع بولينجر يعني في النص هنا تقريباً يعني يقول عند 22 واقف أفضل شي يعني لو أتراجع لل22 حاولت أنا أستنى هنا وما طاني وعدلت وأخذ بـ 22 وشوية لكن هنا ناوي إن شاء الله أخذ فيه لأنه المفروض يأخذ شوية تهدية وينزل شوية يهدي اللعب حتى على الارس اي لو تلاحظوا هذا متوسط خمسين مع الارس اي احنا تحت المتوسط هذا يعني وضعنا في تراجع شوية لو كنا فوق المتوسط حق الخمسين احنا في صعود دامنا تحت متوسط الخمسين فإحنا في يعني تراجع بسيط إن شاء الله ونرجع نعكس زي ما سوينا هنا يزل نضرب خمسين وطلعنا ما أخذ وقت ما طول فيه وطرنا فإن شاء الله هذه المنطقة اللي هي خطة الستين يحافظ عليها وينطلق منها إن شاء الله ويخترق متوسط الخمسين على وحنشوف إن شاء الله اختراقات جميلة وارقام رائعة بحول الله المهم هي الاثنين وعشرين ما حيكسرها بحول الله أو بلا صح إذا يعني نبغى نعطيه حقه فحنقول عند الاثنين وعشرين تلاتين تقريبا هذا الرقم هو الدعم القوي الاثنين وعشرين تلاتين يضربها وبعدين حول الله تعالى يروح باختراق تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين سبعين احنا حنبدأ نغني ونقول خمسة وعشرين ريال هالهدف بإذن الله تعالى بالمحافظة وعدم الإغلاق تحت الثلاتة وعشرين سبعين باختراق إن شاء الله والمحافظة عليها هذا بالنسبة للتعمير وآخر حاج عندنا اتحاد الاتصالات رخمتي أعطاني الإغلاق اللي يعني لم يكن متوقع الحمد لله أخذنا فيه في هذا ماكن وكنا مأملين إننا نشوف المنظر والحمد لله إننا شفنا هو يعني ترى هو لنهي أو التوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء الواحد معلم الغب مؤشرات موجودة أبو محمود شرح كثير على السهم وإحنا شايفين المؤشرات كيف عاملة في تقلص السلبية شجعتني إننا نلم فيه من بدري والحمد لله كمان ضربنا فيه في يوم واحد اشترينا وهنا لما انطار بيعناه في القمة ورجع أتراجع وأخذناه تاني مرة فبنلعب بكمياتنا عليه بس الرتم كان سريع وأنا ما حب ألعب برتم سريع أحب أهدى وأحب كده يعني أخذها حبة حبة فخلاص الكمية اللي موجودة عندي الآن إحنا دخلنا الآن وإن شاء الله حنشوف أرقام جديدة فيه إحنا عند التلاتينات ما زلنا بداية التلاتينات عند التلاتين تسعين تبيت واحد وتلاتين إحنا نبغى الآن تلاتة وتلاتين على نظرية تلاتة خمسة سبعة نبغى كم التلاتة وتلاتين ريال من زمان ما شفناها فخلنا نروح نزور التلاتة وتلاتين هذه ما هي التلاتة وتلاتين هذه المفتاحة المفتاح اللي هيودين للتلاتة وتلاتين إحنا خلاص كده هنروح نشوفها إن شاء الله عند الاتنين وتلاتين تلاتين هنفتح باب التلاتة وتلاتين ريال بحول الله تعالى مدام هذا التقاطع حصل فإن شاء الله حنشوف قمم سابقة زي هنا بإذنه تعالى ما في أي دايفرجنز والله في دايفرجنز هذا يعني ما هو داك الديفرجنز اللي خوف يعني عادي هذا شوف فوق وهذه قمم أقل من قمة لكن حتى هذه نفس الشيء قمم فوق وقمة يعني متساوية نوعا ما يعني ما أعتبر دايفرجنز قوي وهذا الانعكاس اللي حصل مع تقاطع الارس آي مع متوسط خمسين على اليوم أنا أشوف بل دايفرجنز بل كلام فاضي هذا رايح السهم وطاير على فوق إن شاء الله الله يبارك لملاكه ويعطينا خير هذا الصعود بإذن الله تعالى حتى على الأسبوع معطيني إن أكاس جميل جدا وانتقاط وحلو الشمعة برة بولينجر على الأسبوع إن شاء الله نشوف شمعة جديدة هنا فوق بروح لأرقام جديدة ما شفناها من زمان يعني بس خلينا ناخدها حبة حبة خلينا ناخدها حبة حبة نبغى 32 30 30 الآن كهدف وعندنا الدعم 30 30 30 30 30 ثانيك 30 30 هذه تقريبا 30 30 هذا دعمنا الآن أقرب دعم لنا 30 وهو هل لا وهدفنا بإذن الله تعالى 32 30 مبدئيا إن شاء الله نشوفها الأسبوع دا مش الأسبوع اللي بعد ولا اللي بعد حول الله تعالى إلى هنا أحبتي أنا كذا ختمت أسومي عندي ما زال في أش اسمه دا الألماني محافظ على أصبع من كتر كل ما أبيع سهم بالكامير يطير فدي المرة سرت لما أنوي أبيع سهم بالكامير بالكامل أخلي فيه ولو أصبع أو أصبعين يعني الأصبع بخمسمية سهم عندي فأخلي خمسمية سهم أخلي ألف سهم كرة على جنب لو طار زي ما صار في كذا السهم سابق على الأقل أجني منه ولو ألف عين ثلاثة فعادي ما أفرض في السهم بالكامل من هنا حتى أما القرى لو حبيعوا بالكامل أنا اللي أقصد فيه بالكامل أخلي فيه أصبع أو أصبعين يعني سهم ألف إلى خمسمية إلى ألف سهم وبس كده احنا كده خلصنا تحليل الأسبوع والله يجملها معنا الأسبوع الجاي ونتقابل إن شاء الله في الجلسة الصباحية كل صباح وأهلا وسهلا فيكم لا تنسوا دعم القناة بالانتساب الخدمة الجديدة اللي بنعملها طبعا أحبتنا هم المنتسبين اللي حيشوفوا المقطع حق التحليل الأسبوع الأول لمدة 24 ساعة مفتوح لهم فقط بعد كده حيتفتح لي العامة كلها ويقدر الكل يشوف المقطع دا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته